السلام عليكم اخواني اخواتي كديرين لبس عليكم كانت منه ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال وتكون ان شاء الله بصحة جيدة اليوم ان شاء الله فنشارك معكم هذه القرآن هادة اللي كي يجيزون والديد في نص الوقت فهكا بالنسبة للغداء او للعشاء وهناك يبقى الاختيار ديال على حسب كل واحد اللي كي بغيت الشم زيان وكل اللي كي بغيت تغدام زيان وهناك كانت منه هنا الاجاب ديالكم مكار بشكور جميع اخواني اخوات وكانت منه لكم بتصوفيق ان شاء الله وهناك نسمي لكم فرجة ممسي عودة بان شاء الله ندوزه مع المكونات ديال الوصفة هنا في البداية عندي الماء درسوا في كسرونة درسوا بغلاء درس في شوية ديال ورقة ديال سيدنا موسى ودرس في شي حبتي والتسومة انا كي نضي هنا بشي تلقوا ديال هذا البنة ديالتهم ومن بعد هنا غادي ناخد البطاطة غادي نقطع هادة وارعنا هنا هنا درسة البطاطة ولكن غادي نعاود نزيد جوجة هنا غادي نقطعهم ما يكونوا شغلادهم ما يكونوا شرقاق هنا بالنسبة للدجاج هنا كما كتشوفوا ان عندي هنا دجاج راح مغسول بالملحة والحماد ومسقطار يعني وبيت بحلاكي يعني مسقطار نشف مزيان هنا غادي نزيد لي جوج يعني واحد علبة واحدة ديلياغورت اولادان المسوس يعني هكا يعني واحد اللي هكا اللي درت ليك سوف يتغرب واحد هنا هي غادي نص معلقة ديل سكنجبير اولي زنجبيل غادي نص معلقة ديل البزار اول الفلفل اسود وهنا هي غادي نضيف جوج معلقة كبار ديل زيت الزيتون وغادي نضيف معلقة كبيرة ديل سوس سوجة هنا هي غادي نضيف لها نص مع القديل المناسمات ونضيف هنا واحد يعني جوج حبات في الو صغر وبعد نضيف لها اخرى متوسطة ولكن تما ديروا جوجات متوسطين هكذا اللي كانوا. انا المهم اذاك شي اللي كنت راني كان هكذا كنت نعدي به. ديلة تما. هنا بالنسبة للمناسمات فرا فيهم الزعتر فيهم الزعطرة فيهم ليازير وفيهم هذا توم بودراو فيهم بودراو فيهم ورقة سيدنا موسى فانا غادي نخليهم مكتوبين في صندوق الوصف. هنا عندي نص عاصر دي الحامضة او للمونة. هنا غا نضيف واحد شوية الملحة الملحة هنا غادي نحكي عليه واحد شوية دي سكنجبير او لزنجبيل طريق. فهنا بالنسبة للملحة راح غادي نضيفها في البصلة وغا نضيفها مازال في البطاطا. اذا كنت لكم لا تسكتروا بزا في الملحة. هنا غادي نضيف واحد الكاس دي الكريمة. سوف نخلط هذا تخليطة هذه فارة غادي نخليها هنا مرقضة. أنا هنا ركا اتنسيت لها الفلفل الاحمر يعني نسيت لها التحمير ونسيت لها مطاشة دي الحك في فارة غادي نعود نضيفهم. هنا غادي نعود نحلو غادي نضيف لها ثم نسم علقة للفلفل الاحمر او للتحمير او للبابريكا. وهنا غادي نزيد معلقة عامرة دي مطاشة الحك او لمراكز دي الطماطم. والأوام ينبدغ الريد في المقارب المعت Current lgone نقوم بتاديس البطاتات الشتيار الزيت نباتية سوف نشحر هذه البصلة جيدا سوف نحرك هذه البصلة مرة مرة سوف نحركها سوف نحركها مرة مرة سوف نحركها سوف نحركها سوف نحركها سوف نحركها البطاطفرة سنصفيها ونجعلها تبرد هنا من بعد سنأخذ الدجاج سنحاول نصفي منه شوية من هذه التفيلة سنقصها منه واحد شوية من بعد سنحسافد هنا كاب الدجاج سنعود نرجع نطيبه سنحسافد هنا مهم هذه التفيلة كما تشوفها راح بقاتلية سنأخذ هذه البطاطا سنرمي فيها البطاطا من بعد مما كانت بردات سنقص بقصين البطاطا في السلاق نرمي شوية 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 دافية واحد شوية يعني ماشي بزال سنرمي بسلقها بقبل وضعها بحلقتها سنحسافد حولها نتحدث عن التفيلة كما تشوفوا به الشكل لتحدث عن تفيلة سنقص بقصة واحدة ساعة بحلقة مرقدة أو ساعة أو ساعة مهم المقدمة سيطرقها ستجي مزيانة سوف نضيف لها دجاج سوف نحركه كاميرا مرة نحرك فيه لكي تخلط مع البصلة مزيدة وفي نفس الوقت سوف يبقى نقص طيب لذا البطاطة سوف نضيف لهم لكي يكملوا الطيب في الفرن سوف نقص بحق أنه ينصبه سوف نقص بحق سوف نقص بحق تعطي الشخص لأنه سوف نقص بحق بحق سوف نقص بحق سوف نقص بحق مجدد في المصنع الحمار يعني مع ذلك هذا الحمار يعطي صدك اللون هنا يبعد هنا دهنت المول هكا بزبدة فأنا هنا را دهنت غا بيدي يعني را ما كنسعملش البنسو في الدهين اه يعني هنا اصافي هنا مبعد غادي ناخد ندير طبقه ديال البطاطا قادي نستفها صافي هنا يوي لك انو هكا دوك الفارغات اللي كيبقوا شوية كننخد البطاطاك هكا القسمة شوية او لنخدوك الطرفة التي يكونوا صغيرين ديال هكا ديال البطاطا وسنعود نديروها كف البلس اللي خاوين هنايا مبعد غادي ندير ديك البصلة وديك ديك الدجاج غادي نقدوم كل شي صافي هنا مبعد غادي ندير طبقه اخرى ديال البطاطا هنا هنزتلا واحد شوية ديال الفرماج لانو كان عندي هنا واحد جوج يعني واحد جوج قطاع ديال لهاد الفرماج هدا اه مهم هناي لكن عندكم الفرماج ديال موزري لا او لا يمكن أن يخذ هذه الجوجات أو ثلاثة على حسب الإمكانيات للإنسان وهكذا لكي يبننوا واحد الحاجة لكي تعرفوا أنه لا يوجد الفرماج لكي تبنوا وقع أكثر مزيد سوف نكمل البطاطا هنا بالنسبة لكم المناسبات فأنا سوف نجعلهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف بعد ما كملتها سوف نعود نرش هنا قليلا الفرماج سوف نحاول أن نغطيها سوف نغطيها في طبخه وبعد مرة أخرى سوف نغطيه ثم سوف نغطيه تطلق أليمنيون بعد ونحيض لغطاء ونجده يكمل لطيب وفي نصف تتحمل من الفق فهنا لا تنسوا هذا الغطاء لان كما قمت لكم بقيت الدماء هذا هو القرطاء كما ترى في هذه الشكل فهنا نتمنى الاعجاب أشكر اخوة الاخوات من المغرب اخر ومن المملكة العادة دائما نتمنى لكم التوفيق و نقول لكم السلام وعليكم في الفيديو و اخر إنشاء الله